سؤال وأكثر من جواب أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير نرحب بكم على شاشة البطين الثقافية كثيرة هي الأسئلة التي تمر في حياتنا ولا نجد لها جوابا واحدا ولأن الحقيقة لا يمتلكها أحد بعينه فنحن نبحث عنها لدى أكثر من شخص ونترك الغناعة لكم أعزائي المشاهدين من خلال برنامج سؤال وأكثر من جواب حلقتنا اليوم تطرح السؤال الآتي اللغة العربية لم تعد تعطى الأهمية الكبرى والأولوية سواء من الجانب التربوي أو الأسري ومعظم الناس تتسابق على لغات أجنبية فما السبب في ذلك وكيف باعتقادك السبيل لعادة الاهتمام بلغتنا العربية العريقة نوجه هذا السؤال إلى ضيفينا الدكتور عبدالله بدران المتخصص في اللغة العربية والأستاذة مشاعر ملك معلمة اللغة العربية نبدأ مع ضيفنا الدكتور عبدالله بدران تفضل الدكتور عبدالله تركز الدول النامية والمتقدمة على عملية التعليم في جميع مراحلها عادة وتوليها اهتماما كبيرا وعناية بالغة دور اللغة الحيوي في تنشئة أبنائها وأهميتها الجوهرية في تربيتهم وغرس المفاهيم والقيم والمعتقدات في نفوسهم ونحن نعلم أن الدول تحرص على أن تكون عملية التعليم فيها باللغة الأم وتسن القوانين الخاصة بذلك وتشدد على تطبيقها وتخالف من ينتهكها ويسعى إلى تجاوزها لأن للغة العربية دورا كبيرا أو لأي لغة في فهم المناهج التعليمية التي يتلقاها الطلبة وتوسيع مداركهم وأفهامهم وزيادة تواصلهم وتعارفهم وتعريفهم بتاريخهم الغني وموروثهم الشعبي وتعزيز تمسكهم أيضا بهويتهم وانتمائهم إلى وطنهم وأرضهم لكن حين تكون لغات بعض الدول ضعيفة لا تستطيع مجارات التطورات الحاصلة فيما يدين العلم والتكنولوجيا ولا تتمكن من ترجمة أو اشتقاق المصطلحات العلمية ولا تمتلك الآليات المناسبة لتعريبها هنا تلجأ الدول إلى الاستعانة باللغات الأجنبية ذات الانتشار الواسع لاسيما الإنجليزية والفرنسية والإسبانية لتكون اللغات الأجنبية هي اللغات التي تدرس بها أبنائها وخاصة في المرحلة الجامعية وما بعدها ولديها غينا كبير بالمفردات يمكنها من ترجمة أو تعريب جميع المصطلحات التي تضخها المجلات العلمية والكتب الحديثة ووسائل الإعلام المنتشرة والدراسات المتنوعة الأمر هنا يحتاج إلى جهود حثيثة من الجهات المعنية في البلاد عن التعليم ومن المعنيين من المفكرين واللغويين والأكاديميين لمتابعة التطورات العلمية بصورة دقيقة وتطويع لغتهم الحيوية لتستوعب هذه التطورات وتواكب استخداماتها في جميع المجالات لكن بعض الدول قد تصيبها حالة من الانبهار بالثقافة الغربية وباللغات العالمية فتبدأ هنا بالتخلي عن مناهجها التعليمية بلغتها الأم والاستعاض عنها بالمناهج الأجنبية وترى أن ذلك الأمر سيكون سبيلا للتقدم والرقي وطريقا إلى اللحاق بتلك الدول ومواكبة التطورات الحاصلة فيها دون أن تدرك التداعيات الكبيرة الناجمة عن ذلك وهو الطريق الوحيد يخرج أجيالا تساير روح العصر وتواكب تقدمه العلمي والحضاري وتنهض به من رقادها وغفوتها ومما ساعد على الترويج للرؤية القاصرة العولم الإعلامية التي وصلت إلى كل بيت عبر الأجهزة الحديثة ونحن نشاهد الآن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ووجودها في جميع الأجهزة الأمر يحتاج إلى الرجوع إلى اللغة العربية وتدريسها في جميع المناهج والمراحل التعليمية وإلى تنشيط حركة التعريب والترجمة لتعود اللغة المطواعة المتميزة لغة العلم والتعليم في جميع المراحل التعليمية ونعرب بها أيضا جميع المناهج الجامعية سواء في الطب أو الهندسة أو العلوم المتنوعة لأن اللغة العربية قادرة على استيعاب جميع العلوم ومن يستطيع فهم اللغة العربية يستطيع فهم كل العلوم ثم يتقن اللغات الأجنبية بعد ذلك في مراحل متقدمة شكرا لضيفنا الدكتور عبدالله بدرام ننتقل بعد الفاصل إلى ضيفتنا الأستاذة مشاعر ملك معلمة اللغة العربية أعزائنا نعود إليكم من جديد وبرنامج سؤال وأكثر من جواب وسؤال اليوم هو اللغة العربية لم تعد تعطى الأهمية الكبرى والأولوية سواء من الجانب التربوي أو الأسري ومعظم الناس تتسابق على لغات أجنبية فما السبب في ذلك؟ وكيف باعتقادك السبيل لعادة الاهتمام بلغتنا العربية العريقة؟ نتوجه به إلى ضيفتنا الثانية الأستاذة مشاعر ملك معلمة اللغة العربية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ليوم الدين طبعا اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة كما أنها لغة الضادي ولغة التصريفات والمشتقات المتوسعة والتي تقف أمامها كل اللغات عجزة أمام معانيها مترادفاتها الجمة كما أن لها معاني سياقية تعجز أي لغة الإتيان بكمها وكيفها ولكن أرى أن اللغة العربية لم تعد تعطى تلك الأهمية من الجانب الأسري فأرى أن بعض الأسر فرحة وسعيدة عندما يبدأ الطفل بالتلفظ في سنواته الأولى بألفاظ أجنبية وخاصة الإنجليزية منها بل يسارع الآباء والأمهات لتسجيل أبنائهم في تلك المدارس لتكسب اللغة الثانية وهم لا يعلمون أنهم بذلك قد هدموا اللغة الأم التي لا يستطيع بعد ذلك أن يتقنها الطفل لأن أساسه ضعيف فنجد بعض الطلاب في المرحلة المتوسطة يتميزون في مواد كثيرة على حساب ضعفهم في مدة اللغة العربية ويكمن السبب في انعدام غرس الآباء والأمهات لتلك اللغة الأم في نفوسهم كما أن النقطة الثانية لو انشغل الآباء والأمهات في غرس حب اللغة العربية بعيدا عن مغريات العولمة والألفاظ الأجنبية عن طريق تحفيظهم لسور قصيرة من القرآن الكريم لأن في ذلك تقويم لسانهم ولتصبح أكثر سهولا لديهم اللغة العربية عند القراءة أو الكتابة شكرا لضيفتنا الأستاذة مشاع الملك معلمة اللغة العربية أعزائي أرجو أن تكونوا قد حصلتم على إجابات كافية ولكم حرية الاختيار إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا أستودعكم على أمل اللقاء بكم مجددا وفي أمان الله اشتركوا في القناة